مثال خير اهلا بكم والنهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الاستريبس بطريقة جميلة جدا وطعم رائع والنتيجة نجحة في مية في المية زي ما انت شايفة كده طعمه جميل وشكله رائع وهيطلع معاكم ارمش وبخطوات بسيطة هتحصل على افضل نتيجة واذا عجبك الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب ويلا بينا نشوف الطريقة والمقدير بتاعتنا مع بعض اول حاجة هنا معانا صدور الدجاج احنا مقطعينها قطع اه سميكة شوية زي ما انت شايفة كده ياريت تخلي صدور الدجاج بتاعتك متلجة فيها نسبة تلك عشان تعرفت قطعيها وتحصلي على نتيجة حلوة ما تهدرش منها. توابت بتاعتنا عبارة عن فلفل اسود. كمون. كصبرة جفة. زعتر. ومن كل نوع معلقة طبعا. شطة حمرة. بصل بوضر. بهرات فراخ. بابريكا. كاري. ملح. سم بوضر. مكعب مرأ. مرأ خضار. هنكسروا كده كويس. وهننزل كمان عليهم بكوباية لبن او حليب. وهنقلبهم في بعض كويس. وهنسيبهم لمدة ثلاث ساعات في التدبيلة. بعد مرور ثلاث ساعات هنبتدي نجيب كوبايتين دقيق في اي وعاق عندك. هنبتدي هننزل عليهم بربع معلقة زعفران. وخمس معالق من النشا. وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الفيجيتار. الفيجيتار ده هيدي طعم جميل جدا للستريبس بتاعك. هنقلبهم كويس في بعض. والنشا هيخلي الاستريبس مقرمش معاك ومش هيتحرقه هياخد لون حلو جميل. هنبتدي نغلف الفراخ بتاعنا بالضيء كويس. لحد ما نحصل على النتيجة المزبوطة. هنا هنبتدي ننزل في زيت ساخن. هنبتدي ننزل بقطع الاستريبس. وهنبتدي نقليها. وطبعا هنقلب فيها من الوقتي للتاني علشان ما تتحراش. زي ما انت شايفة لونها جميل جدا جدا. وما تحرقتش معانا. وما اخدتش اه وقت اه في السوة بتاعها اه طعمها جميل وشكلها رائع زي ما انت شايفة كده في اقل وقت هتحصلي على احلى طبق ستريبس تعمليه لاولادك في البيت انا هخلص جميع الكمية بتاعتي بالشكل ده ويريت كل اللي تخرجي تحطيه على منادي المطبخ وزي ما انت شايفة كده طبق التقديم بتاعنا بعد ما خلصنا جميع الكمية قالي زي ما انت شايفة هو لسه سخن جميل جدا ومقرمش وطعمه حل وشكله رائع باقل التكاليف عملنا احلى اه دجاج مقرمش لأولادنا احلى من الجاهز بكتير واذا عجبك الفيديو شير ولايت للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحيتي على الفيسبوك ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر